بمناسبة بقى الكلام اللي كنا نتكلم فيه مع حضراتكم من شوية المتعلق بالجمهور ومتعلق بأهمية وجود الجماهير في الملاعب عايزين نعرف حضراتكم ان نبتدى مجلس إدارة انتحاد الكورة برئاسة الأستاذ جمال علام ابتدوا تحركاتهم واتصالاتهم مع كافة أجهات الأمنية عشان يضمنوا حضور الساعة الجمهارية الكاملة في مباراة منتخب مصر أمام جيبوتي في ضربة البداية طبعا في تصفيات كأس العالم 20-26 اللي حتقام يوم 16 نوبمبر زي ما اتكلمنا مع حضراتكم برضو قبل كده وقلنا احنا عايزين نحسم كل مباريات التصفيات من أولها ومن البداية ونحسم التأهل عشان ما يحصلش زي ما كان بيحصل معنا قبل كده نحن نضطر ندخل فيه حسابات ملهاش لازمة وملهاش أول من آخر كمان قرر اتحاد الكورة ان هو يوفر طيارة خاصة للمنتخب يسافروا فيها الى ليبيريا لمواجهة منتخب سيراليون في جولة تانية من التصفيات عشان طبعا مسألة توفير الوقت والجهد بين الماتشين لان المباراة الاولى هتتلعى بيوم 16 والتانية هتبقى يوم 19 يعني تقريبا ما فيش وقت ما بين الى 2 وبإذن الله نحقق الفوز في الماتشين ان شاء الله